لنبقى حضراتكو لكم التحية وقبل ما ابدأ طبعا كلنا بنتمنى الفوز يا رب مصر كلها تفرح النهاردة ويبقى اداء رائع ومتميز لمنتخبنا قوي عايزة عندي كلمة عايزة اقولها في مسألة عودة العلاقات بين مصر وما بين قطر وعايزة شوية كده حشبه لحضراتكو انه زي ما العلاقة بين الافراد في اي مجتمع ما بتكونش ماشية في اتجاه واحد طول الوقت حتى على مستوى نحن كافراد ممكن تكون في لحظة تعبر عن صداقة قوية جدا وممكن في لحظة تانية تتحول لنوع من الفطور او العدام كمان العلاقات ما بين الدول بتكون بنفس الطريقة ده حتى العلاقات بين الدول بتبقى اكثر تقبولا لانه تقلبا عفوا لانه طبيعة الامور انه كل دولة بتحاول تحقيق مصالح ده طبيعي جدا اللي ممكن تبقى متنقدة مع مصالح دولة تانية الحكمة المشهورة في علم السياسة بتقول ليس هناك اعداء دائمون ولا اصدقاء دائمون فقط مصالح المانيا حربت فرنسا على مدى اكتر من قرن احتلوا الالمان فرنسا في الحرب العالمية التانية ده مثال بسيط بقولول حضراتكم في نهاية الحرب بقى من سنة 45 لحد النهاردة او لحد دلوقتي البلدين بينهم علاقات قوية مبنية على المصالح المشتركة في برضو خلافات ما بينهم اه بس بتتحل هذا الجزء من الخلافات بالحوار والتفاهم واعتراف الطرفين بالاحترام المتبادل لكل دولة ليه انا بقول لحضراتكم المقدمة دي وفي نمازج كتيرة على مستوى دول العالم زي نموذج المانيا وزي نموذج فرنسا المقدمة دي ضرورية واحنا النهاردة بنعلق على الخطوة الجديدة لتطوير العلاقات بين مصر وبين قطر من غير شك كان فيه توترات بين البلدين في الفترة اللي فاتت سبق وقلنا ان ده طبيعي في العلاقات الدولية وبسبب التوترات كان فيه مصالح اتأثرت بالخلاف ده يمكن حصل نوع من الغضب الشعبي كان واضح وصريح في مصر من بعض وسائل العلام القطرية انا بقول لحضراتكم يعني العلاقات الدولية بتبقى عامل زي بقول لحضراتكم الواقع كان في ايه؟ انما حتى في عز الخلاف وفي عز قطع العلاقات الدبلوماسية مبين البلدين كانت المصالح الاقتصادية للبلدين شغالة وتبدو انها كانت في حالة الى حد ما طبعيا تطور العلاقات المصرية القطرية بشكل ايجابي من المؤكد انه في مصلحة الشعبين وده مهم جدا في ظل الاوضاع الدولية الحالية طبعا على رأس هذه الاوضاع الحرب ما بين روسيا وما بين اوكرانيا ولمعظم الخبراء بيأكدوا على انه المصالح دول كتيرة حتتأثر او معظم الدول حتتأثر تحديدا في الشرق الاوسط على جميع المستويات وبالاخص المستوى الاقتصادي اقصد اقول لحضراتكو دائل انه قطع العلاقات طبيعي في السياسة الدولية وعودة العلاقات ايضا طبيعي في السياسة الدولية كل يبحث عن مصالح داللي كنت عايزة اقول لحضراتكو فيما يتعلق بعودة العلاقات او النشاط اللي كان واضح من امس حول عودة العلاقات ما بين مصر وما بين قطر نهاردة الحقيقة سيادة الرئيس السيسي كان فيه نشاط غير عادي للمؤسس الرئاسي استقبل نهاردة سيادة الرئيس وزير خارجية قطر وده كان بحضور سامح شكري وزير الخارجية وكان بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة سيادة الوزير عباس كامل وكمان كان حاضر وزير المالية القطري ورئيس جهز امن الدولة القطري وسفير قطر في القاهرة ايضا كان حاضر نهاردة سيادة الرئيس اكت ارتباط امن الخليج بالامن القومي المصري نهاردة ايضا كان فيه نشاط اخر لسيادة الرئيس ومجموعة مهمة جدا من اللقاءات استقبل عدد كبير نهاردة استقبل النهاردة في قصر الاتحادية رئيس المجلس الرئاسي الليبي واكد سيادة الرئيس دعم مصر لكل ما في شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا الشقيقة والحفاظ على وحدة اراضيها وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي كمن سيادة الرئيس النهاردة استقبل وزير خارجية انجولا واكد على الاهمية اللي بتوليها مصر لتعزيز العلاقات مع انجولا في مختلف المجالات واللقاء الرابع كان النهاردة اشتركوا في القناة